موسيقى تعمل يومياً وفق خلية للمتابعة وبما أن الوزارة تعمل ست سور ست وبما أن التظاهرات تتيح فرص للاحتكاك وتتيح فرص لإمكانيات العدوى فإنه احترازاً وحفاظاً على الجمهور وحفاظاً على المواطنين فإننا اتخذنا هذه احترازات وهذه نفسها اتخذت في كثير من الدول نظراً لليقضة ونظراً كعملية استباقية لأن حماية الصحة المواطن أولى من أي شيء آخر هذا نقطة متفق عليها ولكن بالنسبة للمباريات داخل المغريد ممكن أن تقام بدون جمهور كما جاء في البلا نحن فقط يعني نقوم ببنع المقابلات التي فيها مشاركة أجنبية وخصوصة لما تكون مشاركة من دول تعيش هذا الوباء وهذا كله مسألة عادية فقط حماية للجميع ونحن نتعامل مع القرارات وفق التطورات إذا كان التطور مشكلة خطورة فالقرارات تتخذ أشكال أخرى إذا الحمد لله هذا الوباء يعني غادرنا وغادر كثير من الدول فإن القرارات أيضاً تتعاد الأمور إلى نصابها الحمد لله نحن نظراً الاستعدادات الاستباقية التي عملها المغرب لمحاربة ومواجهة هذا الفيروس كورونا ومبادرة جلالة المليك وجلب طلبة من الصين ووضع لجنة عليا فيها جميع الفعاليات لحماية الأمور فإن الحمد لله لم تكن عندنا إلا حالتان ومقادمتان من دولة معينة وهي معرفة إيطالية وبالتالي فنحن لم مجتمع المغربي لم يتعرض لإيش وهذه حماية قوية للمغرب وأعتقد أن هذه الحالتان في وضع مستقيم في مستشفى تحت العناية المركزة والمغرب يقيد بشكل قوي بجميع المتدخلين للوقوف والحد من هذا الفيروس الذي يكون أصلاً متواجد في المغرب فضلاً أن نحاربه فيما يتعلق بالاستثناء بعض الموزين كنت تعرفون أننا نستأنسوا بموزارة الصحرار ونحاولوش نوقف الجابيع الحركة الاجتماعية ولكن نحن نشوف الضبط وفق المعايير التي تم اعتمادها من طرف وزارة الصحرار من طرف بعض الدوار ومن طرف كذلك وزارة الصحرار العالمية لاتقاء من هذا الوباء وبالتالي فمن المستقبلين قد نضيف قرارات أخرى وقد نحذف هذه القرارات وفق التطورات طبعاً نحن لا نتحدث على كل قطع عنده خصوصي على القطع الأخ وكل قطع بالتواصل مع الأطراف المعنية تمكن يصدر بعض القرارات وبالتالي فإننا لا نستطبق الأحداث فالأمور عادية جداً وليطمئن الجميع وليطمئن المواطنون بأن المغرب دولة قادرة وجاهزة على مواجهة أي وباء ويقضى كذلك لمن يريد أن يتاجير في الوسائل أو يتاجير في استعمال الوقائي لهذا النوع من الفيروس وبالتالي هناك يقضى على جميع المستوى ترجمة نانسي قنقر